منذ عدة أيام تحدثت بعض التقارير الإخبارية عن استخدام خنابل ثيرمايت من قبل الروس في الحرب في سوريا لكن ما هو الثيرمايت وكيف يعمل وفيما يستخدم؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من برنامج لم أكن أعلم الثيرمايت هو في أغلب الأحيان خليط بين صدق الحديد ومعدن الألمنيوم عند تحفيز التفاعل بينهما ينتزع الألمنيوم الأكسجين من صدق الحديد ويرتبط معه عملية الارتباط هذه تطلق حرارة هائلة قد تصل إلى 2500 درجة مئوية هذه الحرارة كافية لتحويل الحديد من شكله الصلب إلى حمم مشتعلة وكافية لاختراق وتدمير معظم المواد الثيرمايت خطير جدا لأنه حالما بدأ التفاعل لا يمكنك إيقافه اكتشف الثيرمايت في عام 1893 للميلاد على يد الكيميائي الألماني هانس جولد شميت للثيرمايت العديد من الاستخدامات غير العسكرية كاللحام وقطع المعادن وبشكل خاص السكك الحديدية في الواقع أول استخدام مسجل للثيرمايت كان من أجل لحام سكة حديدية في مدينة إسن الألمانية في عام 1899 للميلاد وبهذا تكون انتهت حلقة جديدة من برنامج لم أكن أعلم وكما هو الأمر دائما شكرا على المشاهدة